اشتركوا في القناة الحلقة بتاعتنا الى 3 اجزاء اول جزء زي ما احنا متعودين عليه نحل الاسئلة ونقول الاسماء ونهني الناس اللي بتفاعل معنا ووصلت الاجابات الصح الجزء التاني هنبدأ ندخل فيه التخزية الغير الزاتية في الانسان ونتكلم عن الجهاز الهضمي ومكوناته درس اكتر من رائع ممتع جدا لانه بيتناول حاجات في جسمك فاكيد هنكون شغفين في ان احنا نعرف المعلومات دي تالت جزئية اللي هي اخر ربعة او تلت ساعة الاسئلة اللي انتو بعدتو هن على مواقع التواصل جمعناها وهنبدأ نحلها لكم اللي انتو عايزينه اسئلة المستويات العليا واسئلة اختبر نفسك علشان الوقت النهاردة الحلقة بتاعتنا زي خير بحاجات كتير ندخل في موضوعنا الاولاني ونشوف الاسئلة كان اول سؤال بيقول لنا مصدر الماء الناتج من عملية البناء الضوئي طبعا كلكم معاكم الاسئلة وقدرين تبصوا معايا اكيد انتو نقل لها مصدر الماء الناتج من عملية البناء الضوئي يا ترى مين هل ساني اكسيد الكربون ولا المية ولا المية وساني اكسيد الكربون ولا لا توجد اجابة طبعا اكيد هي المية وساني اكسيد الكربون ليه في ناس معترضة وفي ناس قالت ساني اكسيد الكربون كتير انا بتكلم عن مصدر المية الناتج خلي بالك ان المية اللي دخلت في التفاعل معايا انشطرت نتج اكسوجين كناتج سانوي وتفضل معايا الهيدروجين الهايدروجين ده بدأ ينطقل عبر الناد B أو مع الناد B بقى الناد B H2 مرفقات الانزين دي أو المساعدات دي علشان أثبت الهايدروجين ليه؟ رايحة على السترومة طيب وانت رايحة السترومة ليه؟ علشان انا عايزة أثبت ثاني أكسيد الكربون عايزة أكون المرة قابلة العدوي يبقى الأكسجين ما ليش دعو به خلاص يبقى أندرش دخل هنا معايا الأكسجين طيب الهايدروجين راح عمل ايه؟ لو عديت الهيدروجين لو رجعت المعادلة الأصلية أنا كان عندي 12 H2 يعني 24 زرة هيدروجين تقريبا الـ 24 دول 12 طلعوا مع السكر C6 H12 اتفضل 12 طلعوا لك في شكل المية اللي هي تلع معاك 6 جزئات مية 6 H2O كده لو عديت هتلقى بالضبط تلع معاك العدد اللي أنا بقوله ده 24 كانوا داخلين تلع 12 مع الجلوكوز و12 مع المية يبقى المية وفي سنة أكسيد الكربون طبعا ولا بتكلم عن مصدر مية يعني داخل معاك أكسجين كمان القودة داخل منين؟ كان داخل معاك سنة أكسيد الكربون حبيت بس أوضح أنا ليه اخترت يا جماعة الموضوع مش في الحل الموضوع إن أنا أفكر في الإجابة لأنه ممكن يكون فيه إجابات متقربة وده اللي إحنا بنعتمد عليه في النظام التعليمي الجديد إن أنا بخاطب عقلك وبخاطب تفكيرك طيب السؤال الثاني كان بيقول عند استخدام سنة أكسيد الكربون بنظير الأكسجين O18 في عملية البناء الضوئي فأهلا مما يلي سيحتوي عن نظير الأكسجين في النواتج مين هيكون عند الأكسجين في النواتج؟ هل الجولوكوز بس؟ ولا الجولوكوز والمية؟ ولا المية بس؟ ولا يطلع معاك المية والأكسجين المتصاعد؟ طبعا الـ O18 ده يا جماعة دخل مع سنة أكسيد الكربون وإحنا اتفقنا القولي مع سنة أكسيد الكربون طلعت لك شكل إيه؟ ما إحنا لسه حاسبينها حالا طلعت معها الجولوكوز وتلعت معها المية طيب السؤال الثالث بيقول ما هي نواتج التفاعلات الضوئية اللي بتعتمر خامة أساسية لتفاعلات الظلام؟ ما تقوليش أكسجين هنا أنا بقولك خامة أساسية لتفاعل الظلام يعني إيه اللي خرج من التفاعل الضوئي واعتبرته هو الأساس معايا الخامة اللي هبدأ بها تفاعل الظلام؟ طبعا أكيد كان الـ ATB والناد بـ H2 السؤال ده في كتير بدأ يتبحث فيه طب تعالا كده نشوف إجابته المفروض إيه الشكل المقابل بيوضح العلاقة بالمعدل البناء الضوئي وعملين رئيسيين يحددان سرعته استنتج العاملين A وB طيب وحدد أي من المنحنيين A وB بيؤثر في سرعة حدوث التفاعل وأيوهما يؤثر في سرعة حدوث التفاعل اللوضوئي يبقى أنا بتكلم عن عاملين واحد بيؤثر في التفاعل الضوئي واحد في التفاعل اللوضوئي العامل إيه يا جماعة هو درجة الحرارة العامل إيه هو درجة الحرارة ودرجة الحرارة بتؤثر في سرعة التفاعلات اللوضوئية العامل B هو شدة الضوء ودي بتؤثر في التفاعلات الضوئية طب ليه عشان برضو نبقى مقتنعين ليه قلت إن العامل إيه درجة الحرارة في بداية اليوم لسا الحرارة منخفضة فهتبدأ تطلع الحرارة بالتدريجة المنحنة طلع معاك بالتدريج ثم ثبت أصل الحرارة على مدار اليوم هتكون ثبتة عمرها ما توصل لمرحلة إن أنا أوصل للتجمد أو أوصل مثلا لو أنا رفعت الحرارة مثلا إن أنا أوصل إن أنا أموت البروتوبلاست عمرها بيحصل ده على مدار اليوم طبعا يبقى الحرارة تدريجي ثم ثبتت درجة الحرارة على مدار اليوم بينما شدة الضوء تعال بقى عند الفجر هتلاقي الضوء بدأ يزيد تدريجي تعال عند الضهر خلاص بقى أعلى مستوى تعال بعد كده بدأ ينخافض عشان تمهيدا لحلول الظلام يبقى إيه ده كان درجة الحرارة ويبقى كان شدة الضوء الحرارة تؤثر في تفاعلات اللا ضوئية تفاعلات الضلام والضوء يؤثر في سرعة التفاعلات الضوئية زي ما معوداكم هنبدأ نشوف أسماء الطلبة اللي قدرت أنها توصل للإجابات بتاعتنا معنا الطالبة صارة عمر وأحمد معتصم وعلي محمود الكبير ورانيا جمال وآية نبيل ومونة بدراوي وأحمد محمد أحمد كامل محمد عبد الرحمن وآية أبو الخير وفاطمة محمد وهلال جابر وميناء أحمد زخاري إسراء سامح عزة منصور عمر عادل ندى العادل حسن عمر عبد الشافي صارة عبد الله عائشة خالد سلمة مصطفى داليا عادل إسراء عبد اللطيف وسامة عزيز ضي إبراهيم يريد تكتبها جماعك وأسمك واضحة عشان فيه أسمك مش بعرف أقراها بعد إجابتك اكتب اسمك محمود برايا فاروق مربط فهيم نور مجدي مارينة يوسف عصام كراني إيمان عبده أحمد باهي يوسف ميري أيمن صارة محمد السيد محمد ربيع سلمة مصطفى شهد محمد سراء مصطفى أحمد حسام نوال الرفاعي محمود خير الله صفاء محمد رجب ميادة أشرف فاتن حسام هاجر عوض حبيبة أحمد سجود محمد إسراء إبراهيم ريهم زاكي يسا إدوار حليم رزق عمر مرزو أحمد الشربيني مارينة سعيد صابر نور أمير شوقي إيمان السيد محمود عبد السميع نورهان حسن وآية صبري ومرسي جدا جدا على تفعلكم معانا وعلى استجاباتكم طبعا أنتوا كده بتدونا دفعا نحن نكمل في اللي احنا بدأناه ونفضع على نفس الإسلوب بتاعنا وقتنا زاخر مش عايزين نضيع وقت هندخل فيه كلام النهاردة إحنا بنتكلم عن إيه نهاردة إيه عنوان حلقتنا التغذية الغير الزاتية بالراحة بقى عشان ده درس رائع وعايزين ناخده جزئية جزئية أفهمه بالتفاصيل أنا كده كده سابقى المدرسة فعايزة أمشي بالراحة عشان أفهم اللي جيدة إحنا تكلمنا عن التغذية الزاتية وقلنا التغذية الزاتية النباتة الأخضر يأس فسيع تكوين خساءه بنفسه أصله عنده بلاستيدة بيعرف يقوم بالبناء الضوئي بياخد من البيئة مواد بسيطة منخفضة في الطاقة ويحاولها لمواد معقدة عالية الطاقة كلام جميل طب والكائن الغير الزاتي لا ما عندهوش بلاستيدة للأسف لا يستطيع تكوين غذاءه بنفسه طب والحل هاعتمد على غيري في الحصول على الغذاء يبقى النهاردة أنا بتكلم عن كائن حي الإنسان كائن غير الزاتي بيعتمد على غيره في الحصول على الغذاء وانت كمان غير ذاتي عدوي وعدوي متنوع الغذاء لأنك بتتغذى على مواد عدوية أصلا أنا قلت قبل كده في رمية وفي متطفلة أنا كائن ذاتي التغذية عدوي طب بتاكل إيه نبات وحيوان إذن أنا متنوع الغذاء جميل هتاخد من البيئة إيه هاخد من البيئة مواد معقدة عالية الطاقة بتاخدها إزاي مواد معقدة كلنا استعد دلوقتي واحدة أكيد فطرت فطرت إيه منين اللي هيقول أنا فطرت صدويش فول يعني عيش وفول وزيت منين هيقول أنا أكلت مثلا كتعة جبنة مع طعمية معاك لبن ومعاك عيش ومعاك برضو مواد بروتينية أقصد أقول إيه أي وجبة غذائية بتاكلها بتحتوي على مركبات عضوية كاربوهايدريت بروتينات لبيداد ده أكيد يعني أنت خدتها بوليمر كبير أنت خدتها معقدة هل ينفع جسمك يستفيد بيها وهي بهذا الشكل وهي بصورتها المعقدة لأ ما ينفعش ليه ما عرفش أمتصها إذن لازم أدأ بأول خطوة في التعامل مع هذا الجهاز أو من وظائف هذا الجهاز وهي الهضم الهضم بالضاد لأن فيه هدم بالدال أنا بتكلم عن الهضم يعني إيه يعني الكائن ده هيبدأ يحول جزئات الطعام الكبيرة إلى جزئات صغيرة بس عشان يعرف يعمل ده عاوز يكون عنده مية وعايز يكون عنده إنزيمات تعال نفهمها تاني التخزيات الغير الزاتية أول خطوة من خطواتها الهضم هحول جزئات الطعام الكبيرة البوليمراضي إلى جزئات صغيرة بوسطة التحلل المائي وبيساعدني على ده وجود الإنزيمات يعني أول خطوة عملها هي عملية الهضم أنا هعمل ثلاث خطوات قبل ما أدخل في الإنزيمات خليك معايا أنا هعمل ثلاث خطوات إيه هما؟ الأول هعمل هضم هحول جزئات الطعام الكبيرة إلى جزئات صغيرة كالت كاربوهايدريت عايزها توصل لسكر أحادي لأنسلته سكر جولكوز كالت بروتينات عايزها تبقى أحمد أميني أكلت ليبيدات عايزها تبقى أحمد دهنية وجلسرين تقدر توصل لده؟ ما ربنا وهيب لجهاز الهضمي يبقى دي معنى كلمة الهضم وطبعا هندخل في رحلة مع جهازك الهضمي ونمشي جزئية جزئية واشوف إيه اللي جرى أو إيه اللي بيتم وإيه أنواع المواد اللي بيتم هضمها وإزاي؟ المهم هضمت بعدين ها؟ هعمل إيه بعد كده؟ الخطوة الثانية الانتصاص انتص؟ مين اللي يانتص؟ الأمعاء الدقيقة لازم تعمل انتصاص لهذه المواد الغذائية لهذه المونيمرات للسكريات للأحماض الأمينية للأحماض الضهنية للأملاح لنسبة مية كل ده في وجود المية حتى الانتصاص هابدأ أسحب هابدأ أنتصي الكلام ده عشان أنقله من جهاز الهضمي إلى جهاز الدوري الدم طب ليه؟ عشان المرحلة الثالثة التنسيل الغذائي الأيد أستفيد بيه هو أنا باكل المواد الغذائي دي ليه؟ علشان جسمي محتاج طاقة يبقى أنا عندي كاربوهادريت ولي بي دات جسمي محتاج بناء أنسجة جسمي محتاج تعود أنسجة تلفة يبقى عندك بروتينات يبقى أنت بتاكل الكلام ده إن جسمك محتاجه جسمي هيستفيد منه إزاي؟ هعمل له أيد هعمل له تنسيل غذائي بصورتيه وهي الهدن وتكسير المواد للحصول على الطاقة أو البناء بل مرتها اتحدها علشان أعود أنسجة تلفة عشان أنا بنمو على سبيل المثال وهكذا يعني أقدر ألخص موضوعنا في ثلاث كلمات هدن ثم امتصاص ثم تمثيل غذائي أستفيد أو الأيد طيب مرحلة الهدن تاخد مننا وقت طويل تعالى للهدن يعني إيه هدن؟ أنت أكلت مواد عدوية كبيرة عايزة أكسرها عايزة حوالها إلى مونيمرات لازم عشان الجسم أو الدم ينتصها ينتصها في صورة مونيمرات يبقى أنا محتاجة أن أنا أحولها إلى مونيمرات أكسرها يبقى الهدن هو تحويل جزئات التعامل كبيرة البوليمرات إلى جزئات صغيرة بس عن طريق نقطتين مهمين قوي فأي معادلة هكتبها الجايين لازم أكتب النقطتين دول في وجود المية تحلل مائي والإنزيمات طيب المية عارفينها عرفني إيه هو الإنزيم طيب أنت تريسينه في سنة تاني في سنة أولى خدناه في أولى سنوي بس يمكن عدينا عليه بسرعة ما هو الإنزيم؟ الإنزيم مواد بروتينية مواد بروتينية إذن أول قعدة خلي بالك منها لازم كده تقعد تكتب إيه؟ شوية ملحوظات معاية أول ملحوظة جميع أنواع الإنزيمات بروتينات ده بداية التعاريف بتاحها بينما الهيرمونات قد تكون بروتين وقد تكون أحمد أمانية وقد تكون استرويدات خليني في الإنزيم موارد بروتينية تمام؟ لها خصائص العامل المساعد أو العامل الحفاظ من خلال قدرتها على التنشيط المتخصص ده من التعاريف ده طلعت تلات نؤات أن الإنزيم بروتين تاني حاجة هي نشط التفاعل ولو تتذكر معايا كلامنا في سنة أولى ويخفض من طاقة التنشيط سرعة التفاعل وتخطيط طاقة التنشيط ومتخصصه يعني لكل إنزيم ما ده هدف بروتينات لها خصائص العامل المساعد من خلال قدرتها على التنشيط المتخصص ما هو العامل المساعد؟ طبعا أكيد أساسة الكيميا هيكونوا أقدر مننا في الجزئية دي العامل المساعد أو العامل الحفاظ ده العامل اللي مسؤول عن زيادة سرعة التفاعل ولا يتأثر ولا يؤثر في نواتج التفاعل زي ما دخل زي ما خرج لهو تأثر ولا ناتج التفاعل يتأثر معايا تمام؟ عرفت إيه هو؟ طب تعالى نبدأ ناخد خصائص الإنزيمات بروتينات قلناها والليها قدرة على التنشيط المتخصص ما اختلفناش بص إيه اللي هيحسن؟ الإنزيم يتفاعل مع المادة الهدف اللي أنا سميها مادة التفاعل يمكن تكون كاربوهيدريتي هينشأ وسطي بنقول عليه غير سابت أصلا يقعد معايا مرحلة بسيطة ومش موجود بعد كده علشان في النهاية يديه لنواتج التفاعل ويطلع الإنزيم زي ما دخل زي ما خرج طيب يعني نشأ مرتب وسطي ونتج معايا الإنزيم والمواد النتجة من التفاعل طب تعالى كده نحاول نعمل رسمة بسيطة توضح للقصة دي أدي الإنزيم في مواقع اسمها مواقع الارتباط أو مواقع الناشطة هيرتبط مع المادة الهدف ويكون لي مركب وسطي لو تلاحظ اللون كان هنا جايب في صفوري شوية بعدين نتغير اللون آه أصلي غالبا ما قدرش أجزي ما أقول دايما غالبا المواد النتجة ممكن تكون يعني هتبدأ تتغير معايا طب تعالى كده نشوف رسمة تانية قد تقول أكثر إضاحا عندي هنا الإنزيمة هو وشوف المادة الهدف الخضرة دي واخدى شكلين حصل إيه تحده مع بعض اتغير لونهم أصلا أنا هكون مواد مختلفة عن المادة الداخلة في التفاعل وفي النهاية انفصل الإنزيم عن المواد النتجة من التفاعل يبقى الإنزيم قدر يتفاعل أو يتحد بلاش أقول يتفاعل عشان ما نفهمش نفيه تفاعل كيمياء تم هتحد أنا دايما بشبهها بلعبة البازل لازم يكون في اللعبة عشان تقدر تكون سورة متزنة التجويف اللي هنا دي لازم تتساو مع البروزات اللي هنا دي عشان يكون لك شكل سليم أو عشان يدخل ويديك الشكل السليم علشان كده على فكرة ده جه منها موضوع التخصص ليه الإنزيم متخصص؟ أصلا بلكون الإنزيم مادة هدف لازم التجويف الموجودة معاك في الإنزيم هنا وهنا دي مثلا على سبيل المثال تتناسب مع شكل البروزات اللي هتكون موجود معاك في المادة الهدف عشان ينفع يرتبط به من هنا قلنا ان هي متخصصة اذا نخليك متذكر ان تكون عندي مركب وسطي طيب تعال نبدأ نشوف اول خصائص الانزيمات الانزيمات متخصصة بمعنى لكل انزيم مادة هدف يعمل عليها لكل انزيم مادة هدف يعمل عليها هو انت لو تعباني عينيك ووجعك مثلا هتروح لدكتور بطنة لا ما تروح لدكتور عيون ليه عشان الدكاترة متخصصة نفس كلام الانزيم الذي يصلح لهض الكاربوهايدريت خلاف الانزيم الذي يصلح لهض البروتينات خلاف اكيد اي حاجة تانية الليبيدات اللي هيهدم الكاربوهايدرات خلاف اللي هيهدم سكر الملتوز مع ان الاثنين كاربوهايدراته بس معقد وسنائي بس ده حاجة تانية مع ان الاثنين كاربوهايدريت وده ممكن يجيني كسؤال مستوى تفكيره ليه كاربوهايدريت كمعقد او النشا النشا كمادة معقدة انزيمها يختلف عن انزيم سكر الملتوز مع ان كل هما كاربوهادريت اصدى ده نشا معقد اكيد شكل الفراغي مختلف عن شكل سكر الملتوز اكيد طبعا يبقى الانزيم لا يعمل على الشكل المعقد كنشا او جيلايكوجين اكيد هيختلف عن الملتوز يبقى ضحى في زيه ده كده وغالبا كل انزيم بتخصص لمادة هدف واحدة قد عشان برضو انا قلت غالبا احيانا يكون فيه عندك انزيم يكون بتشتغل على اتنين مسلا مواد هدف بس اكيد الاكسر تخصص اللي هيكون شغال على حاجة واحدة بس نشوف معنا عمر عمر وعليكم السلام عمر مين يا عمر مع الاسم واشمعتهاش انا عمر طبعا اهلا وسائل يا عمر ازايك وازاي اخبار الاحياء معاك طمنا الحمد لله ازاي كنت يا ميس الحمد لله الحمد لله نشكر ربنا على كل حال الحمد لله اه سوال اختار فضل يا عمر مليني بس بالراح عشان اعرف اكتب ورق ماشي فضل لديك كتعتان لديك كتعتان من ضدة البطاطس من صمرة البطاطس او البطاطس تمام وزن كل من هما وزن كل من هما خمسة كيلو بره واحدة زي بعض وتم وضع الاولى في ماء نقي وتم وضع الاولى في ماء نقي تمام يا عمر والثانية في محلول سكري مركز والثانية في محلول سكري مركز تمام كما الوزن المتوقع كما الوزن المتوقع لكل من هما بعد مروس ساعة لكل منهم بعد ساعة عندك اختيارات؟ اه اه اقول يا رايس الاولى ستة كيلو جرام ستة كيلو جرام و اه مع بعض اه اه والثانية والثانية اربعة كيلو جرام واربعة كيلو جرام ماشي الاختيار التاني الاولى اربعة كيلو جرام اربعة كيلو جرام والثانية ستة كيلو جرام وستة كيلو جرام تمام اختيارك التالت الاولى والثانية اربعة كيلو جرام اللي اتنين اربعة كيلو جرام ماشي الاخير الاولى والثانية ستة كيلو جرام اللي اتنين ستة كيلو جرام تمام مبدعيا انا هلغي تلاتة واربعة لاني ماينفعش الاثنين يكون وزنهم سابت تعال بقى ارى معايا كده تاني العبارة معانا قطعتين من البطاطس وزنوه بخمسة كيلو جرام حطيت القولى في ماء ناقي عارف ماء ناقي يعني ايه عمر؟ يعني ماء يخلو من الاملاح وطالما ماء خالي من الاملاح وطبعا البطاطس دي يتمية دايب فيها سكريات او نشويات يبقى اكيد الماء الناقي ده اللي في القطعة الاولى اكيد الماء الناقي بالنسبة للقطعة الاولى هينتقل من البيئة او من الاناء الى داخل البطاطس دي يبقى قطعة البطاطس دي الوزنها خمسة جرام اكيد هيزيد وزنها ليه؟ ما اصليها كان وزنها خمسة وتحطت في ماء ناقي فاكيد الماء دي دخلت من تركيز الماء المرتفع في البيئة برا الى تركيز الماء المنخفض جوه استمرت البطاطس او من تركيز الاملاح المخفف برا الى تركيز الاملاح المركز في درنة البطاطس يبقى مؤقتاً الأولى أكيد هيزيد حجمها التانية في محلول سكري مركز يعني المية فيها قليلة بمعنى إيه بقى؟ بمعنى أن البطاطس هيكون نسبة المية جوة البطاطساية أكتر فبالتالي المية هتخرج من البطاطساية إلى المحلول المركز برا هتضمر القطع دي يبقى أنا عايزة الأولى يكون حجمها زاد والتانية حجمها نقص يبقى جابتي هتكون الاختيار الأول الأولى 6 جرام والتانية 4 جرام تمام يا عمر؟ عندك سؤال تاني؟ لأ شكراً نورتنا عمر وإحنا في انتظار أي سؤال أنت بحتاج بنتكلم عن خصائص الإنزيمات فقلنا أنها متخصصة يعني إيه؟ تفقنا أن لكل إنزيم مادة هدف يعمل عليها وقلنا غالباً بيكون الإنزيم له مادة هدف واحد لكن أحياناً برضو عشان أسيب لك مساحات لأي أسئلة مستويات عليا قد يكون بعض أنواع الإنزيمات تعمل على أكثر من مادة أو نقول مادتين هيبقى عندها موقعين أصل المادة الإنزيمية دي أو الإنزيم بيكونوا عنده موقع اللي إحنا قلنا عليه الشكل الفراغي المجوف ده مثلاً على سبيل المثال ده بيقولوا عليه الأكتف سايت أي الموقع الفعال الموقع لا يرتبط بالإنزيم قد يكون الإنزيم له أكتر من موقع ممكن يرتبط مع أكتر من إنزيم طب لو خيرتك بين إنزيم عنده أكتف سايت واحد يعني عنده موقع ارتباط تفاعل مع مادة هدف واحدة وانزيم اخر عنده موقعين ارتباط معه مادتين هدف مختلفين على البعض وقلتلك ايهما اكثر تخصص هتختار لي مين اكيد اللي عنده موقع واحد لما تروح لدكتور ممارس عام ولا لما تروح لدكتور متخصص في الحاجة اللي انت بتشتيك منها اكيد الاكثر تخصص اللي هيكون وظيفته حاجة واحدة بس يبقى زي ما احنا متعودين بنعدي على كل نقطة بنفهمها ويمكن ده برضو صورة تانية بتوضح لي انا ليه قلت عليها متخصص لان عندي منطقة مواضحة هنا هي الوانها افضل عندي منطقة قلتها اكتف سيط اهو بص عندي بقى دي المادة الهدف اللي احنا هنتفاعل معاها حصل ايه لازم التجويف اللي هنا تتناسب مع البروزات اللي هنا كونولي مركب وسط اهو اتغير اللون وانفصل الى المادتين او نواتج التفاعل وفضل الانزيم زي ما هو يبقى الانزيم ده متخصص يبقى الانزيمات متخصصة لان لكل انزيم مادة هدف يعمل عليها الخصائص او الخاصية التانية بتقول لا تؤثر الانزيمات على نواتج التفاعل لا تؤثر الانزيمات على نواتج التفاعل ودي احنا قلناها من كلمة انها تعمل عمل عامل الحفاظ يعني لا تتأثر الانزيمات ولا تؤثر على ناتج التفاعل وزي ما شفنا في الصور اللي فاتت زي ما دخلت زي ما خرجت طيب تالت حاجة اشتغلت كعمل حفاظ هتفضل تشتغل لغاية يعمل كعامل حفاظ لزيادة معدر التفاعل حتى نصل إلى حالة الاتزان يعني لغاية ما توصل للنتيجة اللي انت عايزها انا عايزة حاول النشا إلى سكر ملتوز يبقى التفاعلها يستمر لغاية ما تحاول النشا إلى سكر ملتوز على سبيل المثال يعني وهنا بنقول حصل حالة اتزان طيب الخاصية الرابعة بعض الانزيمات لها تأثير عكسي يعني ايه زي ما تقدر تكسر المواد الكبيرة إلى مواد أصغر تقدر تعمل لها بالمرة تاني تقدر تخلي المواد دي تتحد مع بعضها مرة تانية لتكوين مركب كبير أو لتكوين بوليمر يعني زي ما انتوا بسموها في الكيميا كده تفاعل رايح جاي تفاعل الاتجاهين ممكن تحلل وممكن تعمل بالمرة وانت اكيد تساهم معنى كلمة تحلل ومعنى كلمة بالمرة تحلل جزقته قصرته بالمرة انا عملت لها عملية اتحاد معنا نيرمين من كفر الشيخ نيرمين ازايك يا نيرمين من ورا انت وكل اهل كفر الشيخ اخبار ربنا يخليكي اخبارك ايه في الاحياء طمينين تمام كويس الحمد لله ربنا يخليك يا حيبتي انه استمتع بالمادة متابعة من المادة السنادي اكثر نقول متعة من اولى اه طبعا ربنا يخليك يا رب عندي سؤال يا نيرمين اه فضالي اه يلزم لانتاج جزيئات الاتب لحظة نيرمين انا بكتبه رب يلزم لانتاج جزيئات الاتب ها وجود الاكسوجين وجود اكسوجين اه السؤال بيقول فصل يا نيرمين اه هو استنتج ما سيحدث عند غامر الشعارة ده سؤال تاني طب استني استنتج ماذا يحدث عند غمر الشعارة الجزرية الشعارة الجزرية بالماء لفترة طويلة نسبيا بالماء لفترة طويلة نسبيا صارها كده ولا قالك على كذا ايه ساب السؤال كده ولا قالك ايه اللي هيحصل على كذا تأثيره على حاجة معينة يعني لا هو بس السؤال كده تمام يعني السؤال ده مع بعضه اللي كنين مع بعض اه طيب بس يا نيرمين يلزم لانتاج جزئات الاتب وجود اكسوجين فصر هل انا عشان اكون ايتي بي محتاج اكسوجين اه ليه الاتب بتنتج من اكسدة او حرك الجزئات العضوية يعني لما اجيب سكر جولكوز وحرقه في وجود الاكسوجين هكسره هحرقه هينتج لمية وسنة اكسيد الكربون وتنطلق الطاقة الطاقة دي انا بخزانة فيه مركب اسمه ايه؟ ايتي بي؟ اه يبقى عشان اكون ايتي بي نيرمين انت لازم يكون عندك اكسوجين ولازم يكون عنده الجولكوز غيزة يعني الجولكوز والاكسوجين يبقى يلزم هقوله ليه؟ لان عند احتراق الكربوهايدريت او المادة الغذائية ممكن احرق ليبيدات والطاقة النتجة من الليبيدات اكبر وانت اكيد عارفك كلام ده؟ اه طيب يبقى عند حرك المادة الغذائية كربوهايدرات او ليبيدات مع الاكسوجين هينطج طاقة والطاقة تخزن فيه مركبات الاتبي يبقى لو مفيش اكسوجين مفيش ايتي بي مفيش غولكوز مفيش ايتي بي ادي اول نقطة رجع قالك ماذا يحدث عند غمر شعيرة جذرية بالماء لفترة طويلة هجيب شعيرة جذرية واغمرها بالمية قد يكون هزا نبات مش عايز مية بالغم وانت غمرتي بالمية بمعنى ايه؟ مش قادر يوصل للاكسوجين لازم يكون فيه فقعات اكسوجين موجودة في التربة في نسبة مية اه لكن فيه برضو اكسوجين عشان الاكسوجين ده بيساعدني فيه عاملات الاحتراق عشان اكوني باتي بي للشعيرة محتاجاها علشان انا ممكن انقل املاح ضد تدرك في التركيز اه طيب يبقى عدم وجود الاكسوجين للشعيرة الجذرية لما غمرتيها تماما قد لان الاكسوجين مش موجود فبالتالي مش قادرة الشعيرة الجذرية تكون اي تي بي لو اضطرت انها تنقل املاح ضد منحدر التركيز مش هتقدر لان ما عنده جزئات الاي تي بي بالمرة بقى عايز اقولك حاجة خلي بالك كويس قوي ان البولوكوز يعني المين؟ البولوكوز مصدر سريع للحصول على الطاقة بينامي اللي بيدات مصدر اكبر اكبر للحصول على الطاقة شانتو بتلخبطو بين المصطلحين دول فيه سريع يتحرق اسرع اه اللي بيد بطيء بس بينتجلك منه طاقة اعلى فيه برضو كلمتين برضو الاتب الاتب ده مخزون الكلام للكل مش لنرمين بس بس ياشا انا فتحت السؤال الاتب يا نرمين ده بنقول عليه مخزون مباشر للطاقة يا انت خزنتي في الطاقة ولما جسمك بيحتاجه بيروح ياخده من الاتب ولو مفيش يروح للجلايكوجين هسمي الجلايكوجين مخزون فعلي خلى تبيك المصطلحات الاولتها يبقى المخزون المباشر الاتب لكن الفعلي بعد إمتهاء الاتب هيبقى الجلايكوجين لكن لو قالك مصدر رئيسي يبقى تّقول له كوز طبعا يبقى انا في المتى انت اقول له جولو كوز والت قول له váatb والت قول له الجلايكوجين وطبعا الجلايكوجين خلى تبيك إن الأربع كلمات تمام ماشي نبين نورتين عندي السؤال تاني نا شكرا نورتين ربنا يخليه لو ماحتاجه اي حاجة احنا معاك يا حبيب نرجع تاني لخصائص الانزيمات بنقول البعض اللي هو تأثير عكسي خلاص فهمنا يعني التفاعل رايح جاي زي ما تقدر تعمل تحلل زي ما تقدر تعمل بلمرة للمادة دي طيب بعض الانزيمات ودي بقى نقطة جديدة علينا تماما بعض الانزيمات بتفرز خلاياها او تفرز من خلاياها بصورة غير ناشطة ايه الكلمة دي؟ بعض الانزيمات بتفرز بصورة غير ناشطة يعني ايه؟ الانزيم من الطبيعي انه بيكون ناشط باستثناء بعض الحالات وهي الانزيمات الخاصة بهضم المواد البروتينية لازم تكون موجودة بصورة غير ناشطة زي انزيم اسمه الببسينوجين ده غير ناشط لكن لما يتحول الى ببسين يبقى موجود في صورة ناشطة طب هو ليه موجود بصورة غير ناشطة؟ حتى لا يهدم الخلية او العدو المسؤول عن افرازه حتى لا يهدم الخلية او العدو المسؤول عن افرازه وخلي المعلومة دي معك لغاية ما جيلها يبقى اخذها قاعدة بقى دايما اي انزيمة اقولك ان هو انتك بصورة غير ناشطة خامل اعرف ان الانزيم ده اكيد هشتغل على البروتين اكيد الانزيم ده يهدم مواد بروتينية اصلي خلي بالك النقطة مهمة اوه انا جسمي كله بروتين لو انا بتكلم عن المعدة والبيبسينوجين على سبيل المثال المعدة ده كيس بروتيني بروتين وجوه خلاياها هتفرز لك انزيم بيهدم بروتين ده جوه المعدة فيه HCL كمان يعني تخيل انت كأني جايبة ازازة بلاستيك وحط فيها مية نار حط فيها HCL وحط فيها انزيم بيسيح وبيهدم البروتين نصيبة صود لا ما تقلقش ربنا حميك مع قدرة الخارج هنعرفها قوي قوي في الجزئية دي يبقى خليك بس لغاية ما نوصل المعلومة دي ان بعض الانزيمات بتفرز بشكل غير نشط ليه؟ حتى لا تهضم العدو المسؤول عن افرزها وده هلاقيه في مكانين هلاقيه في المعدة وهلاقيه في البنكرياس مع انزيمين مهمين جدا طيب اخر حاجة بقى عشان ندخل على مكونات جهازك الهضمي اخر حاجة في الخصاص وده انت عارفها من سنة اولى يتأثر عمل انزيم بدرجة الحرارة والبي اتش القسل هيدروجيني لكل انزيم درجة حرارة مصلة بيعمل عندها وطبعا احنا درسين من سنة اولى ان الحرارة مصلة حرارة جسمك 37 درجة مقوية طلعت درجة نزلت درجة المعتاد بتاعي متوسطي 37 والانزيم بقى عشان تبقى عارف الانزيم هو اللي بيجعل التفاعل التنمي في درجة حرارة الجسم يعني ممكن انواع من التفاعلات تبقى محتاجة حرارة 100 درجة مقوية او 80 او 70 طب ازاي بتحصل جوة جسمي انحرارة 37 ماينفعش تصل الرقم بقى انحرارة 37 ما هو الانزيم بقى الانزيم هيجعل هذا التفاعل يتم مع درجة الحرارة بتاعت جسمك وهي 37 شفت قد ايه مهم جدا علشان كده لو ارتفع درجة حرارتك عن الحد المعقول ماينفعش ان انت تاكل مواد تقيلة كتير لان الانزيم هنا لا يعمل بكفاءة المعتادة بتاعته وكذلك برضو عند انخفاض درجة حرارة الجسم بيحصل نفس الكس طب قلنا البي اتش احنا واخدناها وعافلها في الكيميا بس افكرك مكياس بيمتد من 1 ل 14 مرورا ب7 7 ده متعادل كل ما بتنزل كل ما بتزداد معاك الحامضية يعني نعملها كده برضو عشان تتضح معاك هقولك هنا 7 انا عندي هنا 0 وعندي هنا 14 طيب السبعة ده المتعادل اللي الماية مثلا او الاملاح طب لو نقص لو انخفض عن السبعة هنا بنقول عليه تزداد الحامضية طيب لو زاد عن السبعة هتزداد القاعدية او القلوية يبقى دم قياس دم قياس البي اتش بيحذد تركيز ايون الهيدروجين في المحليل المائية اقدر من خلاله اعرف هل هذا المحلول حامدي البي اتش بتاعته اقلي من السبعة ولا قلوي مش بس حامدي وقلوي ده انا بعرف كمان هل هو حمض قوي ولا حمض ضعيف هل هو قلوي قوي ولا قلوي طعيف كل ما بتعد عن السبعة وراحة على ناحية الصف في اتجاه الصف هتزداد الحامضية يعني 1.5 و 2.5 حامدي عالي ده الاتشي سئل اللي في المعد بينما 7 و 4 من 10 قلوي طعيف بينما 14 هنا هتلاقي الصدك كوية والبطاسة كوية ني او اتش والكي او اتش معلومة كيميائية بس كان لازم اتكلم فيها عن البي اتش طب تمام هنبدأ ندخل بقى على الهضم في الانسان ايه مكونات الجهاز الهضمي اللي المفهود انا هبدأ ادرس اول حاجة عندي قانال هضمية وعندي غدد ملحقة ركز معايا عندي قانال هضمية وعندي غدد ملحقة ايه القانال هضمية وايه هو الغدد ملحقة وليه قلت عليها غدد ملحقة اه انا عندي قانال هضمية هتبدأ بي الفم البلعوم المريء المعدة العمعاء الدقيقة بجزئيها ال 12 ثم اللفقفي ثم عمعاء غليز هل انا جبت سيلة غدد ضعبية لا هل انا قلت كبد لا قلت بجراس لا اصلي دول غدد ملحقة ليه اطلق عليها كلمة غدد ملحقة ما انا عايز افر غدد ملحقة لان الطعام ما بيقدرش يدخل جوه هذي الغدد كلمة غدد اساسا يعني نسيج له طبيعة افرازية دي غدد تقدر تنتج مادة معينة تقدر تنتج افراز وان شاء الله لو ربنا كرمنا واحنا في سنة ثالثة هنتكلم عن الكلام ده في شيء من التفاصيل بشكل اعلى يبقى الغدد دي هتفرز افراز بس ليه غدد ملحقة ما هيش من ضمن المكونات الطعام مش هيدخل جوه الغدد اللعبية الطعام بيستقر في الفم وتبدأ الغدد اللعبية تفرز لعبها عليه اذا ما دخلش جوه الغدد اللعبية اذا ما هي غدد ملحقة كذلك الكبد هو الطعام بيدخل جوه الكبد لا يبقى هو غدد ملحقة الطعام هيستقر فيه الاثنى عشر والكبد ينزل الصفروية بتاعته كذلك البنكرياس هينزل انزيماته الهضمة على برضو الطعام في الاثنى عشر اذا غدد لعبية كبد بنكرياس دي كلها بسميها غدد ايه ملحقة طيب تعال بص كده على الصورة دي معايا توضح لك مكونات جهازك الهضمي الفم البلعوم مريء بيمتد بمحزاة القصبة الهوائية وامام العمود الفقري جايله دلوقتي ودخلت على المعدة الكيس ده ودخلت على الكبد والبنكرياس وطبعا زي ما احنا متفقين غدد ملحقة ودخلنا على الفقفي وهنبدأ نتكلم بقى بشيء من التفصيل هبدأ اتكلم عن اول مراحل الهضم اولا هبدأ اهضم في الفم الفم فيها ايه الفم فيه ثلاث حاجات عندي اسنان وعندي لسان وعندي غدد لعبية الفم بيحتوي على او الهضم اللي هيتم فيه الفم والفم ومحتوي عليك عندي اسنان طبعا اكيد درسته في الصفوف في المراحل السابقة سواء كان ابتداي او اعدادي عندي قواطع لتقطيع الطعام عندي انياب لتمزيك الطعام عندي ادراس او طواحن لطحن الطعام كلام معروف عندي اللسان اللسان ده بيعمل على تقليد الطعام وكمان عنده حلانات التزوق اللي اساعدني على تزوق الطعام عندي الغدد اللعبية ودي عبارة عن ثلاث ازواج من الغدد اللعبية زوج تحت اللسان زوج تحت الفكان وزوج امام الازنين او اسفل الازنين اللي يهمني الغدد اللعبية اللي تحتوي على اللعب اللعب بيحتوي على انزيم اول معادلة هاشتغل عليها انزيم التيالين او الانزيم التيالين او الامايليز الاسمين صح بس بنفضل نقولها التيالين هيشتغل على النشا نشا زائد مية هيبدين السكر الملتوز او سكر الشعير ايه القصة دي تعال بقى نقولك النشا انت لن بتيجي تاكل اي مادة غذائية اكيد اغلب اكلنا كلت عيش كلت رزة كلت مكرونات كل الكلام ده عبارة عن كاربوهايدرات هيبدأ شفت ان قلتها ايه هيبدأ هضمه جزئيا في الفم ركز في العبارة هيبدأ ما هو قصر لسه في بداية وفي نهاية هضمه جزئيا طب ما قلت يبدأ هضمه خلاص لا جزئيا هيبدأ هضمه جزئيا في الفم شمعنا جزئيا اصلا انا مش هتم الهضم في كاربوهايدرات دلوقتي ده انا هضم على مرحلتين الاول هحاوله من سكر معقد نشا جليكوجين كاربوهايدرات معقدة الى سكر ثنائي سكر الشعير سكر الملتوز حاولته من سلاسل طويلة الى اتنين بس وانت عارف يعني ايه سكر شعير او ملتوز سكر ثنائي يعني عبارة عن اتنين من الجزئيات الاحدية ادي اول عملية عملتها يبقى هنا اجي اقولك سؤال ايه ايه اول مادة يبدأ هضمها في جهازك الهضم النشو ما هو اول انزين يعمل في جهازك الهضم الامايليز من خلال الفم وخلي بالك ان الفم البيئتش بتاعته سبعة واربعة من عشرة يعني قلوي ضعيف ايه اول مادة تقونت في عمليات الهضم سكر الملتوز اللي هو بنقول عليه سكر الشعير اللي برضو بنقول عليه سكر ثنائي يبقى اول مادة بدأت تطمعه هنا علشان كده لو ضعت قطع من الخبز في الفم لفترة هتشعر بتعم السكر ليه تحولت الى سكر ملتوز والملتوز ثنائي هيدوب في المية وله طعم حلو يبقى اللعاب عملك ايه اللعاب كمادة سائلة عمل ترتيب للطعام يعني ايه يعني انت لو كانت كتعة عيش كتعة خبز جافة ومسيبتها في فم فترة او بسكوتها جافة بعد حاجة بسيطة قوي قوي بقولكش يبضل مخزنها في الفم لكن بعد فترة زمنية بسيطة هتبدأ تعمل او تبدأ تترى شوية موجود المادة اللعابية ده بخلاف لازم تاكل اكل جيد ولازم تنضغ مضغ جيد البلع اللي احنا بنعمله على السريع واكل التكاوي وجاري جاري ده اولا لانت بتتزوق طعام ولا انت قدرت ان انت تستفيد من المواد الغذائي دي ويبدأ الهضم صح يبقى لازم الاكل ياخد فترته في الفم بتاعك علشان الاسنان تجزأ فيه وعشان الامايليز ينزل والتيالين ينزل عليه ويبدأ النشا يتحول الى سكر شعير او سكر ملتوس فين في الفم البيئتش بتاعتك ايه سبعة وربعة من عشر مهمة اوي اوي ان انا مع كل مرحلة اعرف درجة البيئتش بتاعتي تمام بعد كده تبدأ مرحلة البلع هدخل على البلعوم البلعوم يوغد البلعوم في مؤخرة الفم والبلعوم بيمتد منه انبوبتين وهم المريء والقصبة الهوائية تاني البلعوم يوجد في مؤخرة الفم ويمتد منه انبوبتين المريء والقصبة الهوائية يعني نقدر نقول البلعوم ده ممر مشارك بين المريء وبين القصبة الهوائية تعالك اتخيلها في جسمك بيكون ايه وانا وقفة كده مثلا القصبة الهوائية للامام اول حاجة انا عندي تلاتة وراء بعض اول حاجة القصبة الهوائية هي اللي قدام وراها المريء وراها العمود الفقري يعني الفقر للخلف علشان كده لو انت كلت اكل كمية كبيرة بلعت كمية كبيرة من الاكل بنقول ان انت بتحس بتزور بتزور ايه معنى كلمة تزور دي قص المريء ده امبوبة امبوبة عضلية لما تدخل كمية كبيرة من الطعام فجأة طبعا هي بتحاول بقى الامبوبة دي انها تعمل انقباض وانبساط الكمة اكبر بالنسبة لها ممكن تقف فلما تقف بتحس انت بقلم القلم بتحسه جاي من ظهرك ليه عشان حصل ضغط على العمود الفقاري والاهم من حصل ضغط في المريء وبتحس صدرك واجعة القصفة الهوائية ما المريء في النص قصفة الهوائية قدامه والعمود الفقر في الخلف طيب يبقى لو بالعمة مرة مشترك اه طب مرة ماجي قبلع الاكل هيروح فين المنصيبة لا تروح القصفة الهوائية لا ما تقلقش عملية البلع فعل منعكس منصق ركز في الكلمة عملية البلع فعل منعكس منصق ايه معنى كلمة فعل منعكس فعل منعكس يعني الفعل ده بيتم دون ارادة من المخ من غير ما المخ ياخد اشارة انت بتبلع ابلع بمزاجك لكن اللي بيحصل بعد البلع ده فعل منعكس بيتبع اشارات من الحبل الشوكي بيتبع اشارة من الحبل الشوكي اقواص انعكاسية هتفهم العبارة دي لما اوصل لاخر باب ده فعل انعكاسي يعني بتنمي دون ارادة المخ على سبيل المثال عشان افهمك يعني ايه فعل انعكاسي الوقتي لو انت ماشي في الشارع مثلا وفي حاجة طالت قدام عينيك اين بيحصل؟ بتلاقي نفسك قفلت عينيك هل انت فكرت ان عيني في حاجة هتدخل فيها فقفلتها؟ لا انت بربشت او قفلت عينيك ده جي منك من غير ما تقصد او لو انت ماشي حاط الهندي فري ومش في دماغك الدنيا مثلا وبعدين فيه زلطة جيد دست عليها وهتقع هل انت بتسكر ان في حاجة تحت رجل هتوقعني عشان تبدأ تعيد اتزانك ولا بتلاقي نفسك تلقائي بسرعة بتعيد اتزانك رغم ان انت كنت سرحان او مش مركز او فعلا حصل الكلام ده ده فعل انعكاسي يبقى الفعل انعكاسي بيتم سريع لحظي دون ارادة من المخ طب ايه علاقته هنا؟ اصلي خلي بالك البلعوم مرة مشترك قدامه انبوبتين فيه مريء وفيه قصبة هوائية وفيه لسان المزمار فوق بص بقى انا هعمل ايه؟ افترض ان السباعي ده هو اللسان المزمار البلعة جاية بتنزلة هيه متدرجة هيه او متدحرجة على لسان المزمار هو نتيجة البلعوم هيحصل ايه؟ هتبص لقى لسان المزمار بص عمل ايه؟ امر لسان المزمار اتحرك وبص بحاول ارفع القصبة الهوائية حصل إيه؟ اتقفرت القصفة الهوائية ومر الطعام عبر المريء يعني أثناء البلعة بترتفع كمة القصفة الهوائية لتأعلى اللي قوم بتسد مين؟ لسان المزمار ترتفع كمة القصفة الهوائية لأعلى فتسد لسان المزمار فيمر الطعام عبر المريء هما للأمانة الحكتين حصلوا وراء بعض البلعة هتزق فيه لسان المزمار في نفس الوقت القصفة الهوائية بترتفع لأعلى فده قد لان يتسد القصفة الهوائية فيعدل اكل الى المري افرد بقى ان انت وانت بتاكل شريقت كلنا تعرضنا لده بتشرق ليه طيب اصلي فيه نقطة او اي مادة غزائية دخلت في القصفة الهوائية طيب فيه النسان المزمار بتاعي ما اشتغلش ليه لا هو اشتغل بس قد يكون انت وانت بتبلع فيه حد دحكك اتكلمت خدت نفس فجلت القصفة الهوائية تطلع امتين تاخد نفس امت نازل او اعملت اي حركة امت تخليها نازلة فحصل ايه امت المادة الغزائية نزلت طب والحال غزبا عنك بتوع التقوح الغزمة تطردها غزبا عنك ليه طبعا فيه حركة في الاهداب والكلام ده اصلي خلي بالك لو اشتردنا انها داخلت تصدد الشعب الهوائية ممكن تقدي ممكن تقدي الاختنق وممكن تهوتك يبقى لازم يبقى لازم تتخلص لازم تتخلص منها طيب طيب تعالى نتكلم عن اللي بعد كده يبقى انا اتفقنا ان البلع فعل منعكس منصك اثناء ضفع الطعام من الفم الى المريق هترتفع كمة القصف الهوائية والحنجرة امام نسان المزمار فتبدأ تقفل الفتحة بتاعتي طيب وصلت للمريق المريق هيمر فيه هيمر فيه العنق والتجويف الصدري طول 25 سنتي قلناه من دقايق بيمتد بمحازاة العمود الفقاري او بمحازاة العمود الفقري طيب فيه كم سؤال انتو قلتوهم حاول بس تسمع معايا الاسئلة طبعا دي اسئلتك ومعاكو فيه انا عارفة ان الاسئلة دي كلها معاكو فبصوا اسمع مني السؤال هحاول ان انا اجاوب لكم عليهم لان انا وعدتك ان انا في اخر دقايق هجاوب وفقا احنا وصلنا لده الاخير يعني كان فيه سؤال بيقول مثلا احنا وقفين لغاية المريق وهنبدأ نكمل اسئلتنا في الدقائق الاخيرة فيه سؤال كان بيقول ليه نستخدم المناديل الورقية لتكفيف العرق سيفا طبعا انا بستخدمها لان المناديل الورقية دي مكونا من مادة السريلوز وانت عارف ان السريلوز دي مادة محبة للمية هتتشرب المية فبالتالي هتقدر تسعلك ان انت تجفف بيها العرق بتاعك يبقى ليه الاساس لانها مكونا من مادة السريلوز طيب سؤال تلت تربعك وبعته لي بيقول لي اي المواد الاتية بينتجها نبات الزرة بطريقة مباشرة او غير مباشرة من عملية البناء الضوئي واختيارات هل يطرى زيت الدرة ولا نيشة الدرة ولا الجولوكوز هقول لك حاجة لو انا بتكلم عن طريقة مباشرة يبقى انا كونت الجولوكوز بغير مباشرة يبقى نيشة الزرة او زيت الزرة ده وده بصورة غير مباشرة المباشرة هي الجولوكوز فقط يسعم الاكسوجين والسكر في عملية انتصاص الاملاح فصر عبارة برضو كتير منكو بعاتلي السؤال شبه السؤال قالت هن مرمين من دقايق سكر والاكسوجين هيتحرق الاكسوجين والسكر معا او السكر في وجود الاكسوجين هتنطلق الطاقة اللي هتخزن في مركبات الـ ATB اللي انا بحتاجها في عمليات النقل الناشط عشان انقل املاح ضد منحدر التركيز طيب كان فيه سؤال بيقول معناه بيحاط سيتبلاز من خلال نباتية بجدار خلوي تمام في نبات بس بينما جميع انواع الكائنات الحية بيحاط سيتبلازمها بغشاء بلازمي يعني النبات عنده جدار خلوي وغشاء بلازمي بس الإنسان والحيوان عنده غشاء بلازمي بس طب اين ليحصل لو انا غمرت خلية نباتية في محلول زداخت اسموزي منخفض واحد في المية لو نباتية هتتنفخ شربت المية المية هتدخل جواها هتنتقل داخلها المية فتنتفخ طب لو في خلية حيوانية المية هتدخل ولان الخلية الحيوانية لا تحتوي على جدار خلوي فده ممكن يؤدي الانفجار الخلية ليه الخلية انفجرت انفجرت لان جدار الخلوي وظفته في النباتية حماية وتدعيم ده مش موجود في الخلية الحيوانية فده ممكن يعمل انفجار ليها طيب ايه العلاقة بين بكتيريا الكابريت الخضراء والارجوانية ونسبة الكابريت في البيئة طبعا علاقة طردية كل ما زادت وجود بكتيريا الكابريت الخضراء والارجوانية كل ما زاد معاك نسبة الكابريت الحمول في ناس بعديت لقيتلي الحمول ما سمعناش اسم الكائن ده قبل كده هل هو كائن توفالي ولا لأ الحمول كائن توفالي يتطفع على البرسين كائن غير ذات التغذية توفالي لأنه يتطفع عن نبات البرسين ويسبب له بعض الأمراض في سؤال اختيار بيقول أي من هذه الأماكن في البلاستيدا يحدث بها تفاعلات اختزال هل الجرانا ولا السترومة ولا الغشاء بلازمي ولا الجرانا والسترومة هتقول لي بس في الكتاب كتب لنا السترومة بس اللي حصل فيها اختزال طبعما انت لما قصرت المية وفصلت عنها الأكسجين لما نقصت نصف الأكسجين في المادة مش هو ده تعريف الاختزال مش الاختزال في الكيميا نقص الأكسجين أو زيادة في الهيدروجين طبعما انت قصرت المية وطلع الأكسجين كانتك سنوي يتفضل الهيدروجين يبقى حصل اختزال وكلام ده حصل معاك في الجرانا وطبعا كمان اختزلت سانة اكسيد الكربون في السيترومة طبعا طيب انا علشان خايفة من الوقت انا همليك الاسئلة اللي المفروض احنا هنحلها واجب السؤال الاولاني رسملي شكل بياني لو دورت عليه هتلاقيه معاك اهو الحمد لله معانا الصورة هاي حاول تركز معايا شكل بياني ده تركيز نشا وده الزمن بيقولي الشكل بياني المقابل يوضح حضم النشا بفعل انزيم الاميليز اي العبارات الاتية صحيح دي انتو اللي عايزين الاسئلة دي فاحنا قلنا لاخدها واجب والمرة نحلها هل الف تركيز سكالات الصناقية عند النقطة الف اكبر منه عند النقطة بي معاك نقطتين الف وبها هوا هل تركيز سكالات الصناقية عند النقطة بي اكبر من النقطة الف هل تركيز النشا عند النقطة الف اقل منه عند النقطة بي هل تركيز النشا عند النقطة بي بيساوي تركيزه عند النقطة الف ده اول سؤال سؤالنا التاني في الهومورك بتاعك تتوقف عملية هضم الطعام أثناء مروره في المريء ما مدى صحة العبارة مع التفسير السؤال الثالث تعتبر عملية البلع عملية هل هي إرادية فقط ولا لا إرادية فقط ولا إرادية ثم لا إرادية ولا لا إرادية ثم إرادية السؤال الثالث هنضطر أننا الرابع قصدي هستسنيه علشان إحنا لسه مخدناش المعدة هندخل على السؤال اللي وراء تناول شخص وجبة غذائية مكونة من فول وزيت وخبز تشعر بألم وحرقان بعد دقيقة من تناول وجبة نصحه بعض أقاربه أنه ياخد كس من الفور ولما استجاب للنصيحة زال إحساسه بالألم إيه سبب إحساسه بالألم وإيه سبب زوالي الألم حاول في السؤال فكر فيه قدرت تحله قدرت؟ ما قدرتش هنفكر فيه وإحنا مع بعض إن شاء الله الحلقة القادمة نكمل بقية أسئلتكو اللي انتو بعتها لنا تبدو البلاسيدة الخضراء في نبات الزرة على شكل عدسة محدبة تخيل كده لو كانت البلاسيدة في شكل دائري ما كانش هيزيد بساحة السطح وجودها في شكل عدسة محدبة وإنت درست قبل كده العدسة المحدبة بتعمل على تجميع الضوء وجودها في الشكل المحدب ده شبيهة بالعدسة المحدبة بتخليها تقدر تجمع الضوء وتقدر تستقبل الضوء بكميات أكبر طيب في طالبة بعتت لنا السؤال ده سؤال جميل وفيه فكر كويس السؤال بيقول الشكل المقابل يوضح نواتج عملية البناء الضوءي لكائنين كائن ألف ذات التغذية بيعيش في إحدى المستنقعات الغنية بعنصر الكابريت وكائن بيه كائن ذات التغذية بيعيش فيه التربة الطينية استنتج مثال ده مش واجب إحنا نحله سوا استنتج مثال لكل من مين الكائن ألف ومين الكائن به طالما قال لي أن الكائن ألف ده بيعيش فيه بيئة فيها مستنقعات غنية بعنصر الكابريت يبقى ده باكتير الكابريت الخضراء والأرجواني يبقى ألف باكتير الكابريت الخضراء والأرجواني والتاني بيعيش في تربة طينية قوله أي نبات أي نبات بيعيش في تربة طينية أي نبات الفول مثلا حدد أسماء المركبات سين وصاد وعين ولم فكرة السؤال في إيه صاد وعين اللي اتنين كونوها أكيد سين ده هيكون مين؟ أكيد سين ده هيكون الكابريت المترصب أصلي بكتيريا الكابريت وأكيد لام ده هيكون الأكسوجين المتصاعد طب اللي اتنين اشتركوا في تكوين إيه؟ في تكوين الجولوكوز وليكن صاد وفي تكوين أو خروج المية وليكن عين يبقى صاد وعين ده جولوكوز ومية سين كابريت ولام هتكون الأكسوجين سؤال ده برضو أنتوا بعتوا ثلاث أقمع تحتوي على محلول نشا مختلفة التركيز وضعت لمدة 24 ساعة في كأس يحتوي على محلول نشا غير معروف التركيز ونهاية كل قمع مغطاة بغشاء شبه منفذ مستعنا بالشكل التالي أجيب عن الأسئلة طب تعال نفحص الشكل الأول هنا أنا عندي خلاص أنا فهمت الأقمع قد الغشاء البلازني الأنبوبة ديت محطوطة فيه ماء صنبور أنا لسه مش عارفة تركيز ده إيه لأن الثلاث أقمع فيها محلول نشا محلول نشا الأولاني أنا لسه مش عارفينه طبعا وضعت لمدة 24 ساعة في كأس بيحتوي على محلول نشا غير معروف الكأس النشا غير معروف طيب بص هنا ده ماء صنبور ده تركيزه 2% ده تركيزه 4% من قبل ما أقرأ الأسئلة بتاعته بص كده ده فضلت زي ما هو ده معنى إيه معنى أن المحلول اللي تركيزه 2% طالعا ما انتقلش منه المحلول وده هيفكرني بسؤال مهمة أو أن أنا بيها كله برضو حصل فيه خطأ الحلقة السابقة طالما التركيز هنا 2% وما تأثرش فضلت زي ما هو يبقى تركيز المحلول في الأمع ده بيسوي تركيز المحلول في الإناء أو في الكأس ده يعني الكأس ده تركيز المحلول فيه 2% عرفت منين؟ احنا تتفقنا لما تتساوى التركيزات مش هيحصل أي انتقل الماء وهنا ما انتقلش الماء يبقى التركيز داخل الأمع بيسوي التركيز في الكأس طيب هنا قال لي تركيز 4% بص حصل له ايه الماء عدت منه ده معنى ايه ده معنى ان الماء طالما ارتفع يبقى الماء دخلت من الكأس إلى المحلول ده فارتفع خلاص ما أنا كده عرفت انه هو 2% فعلا من التركيز منخفض للتركيز المرتفع طب بص هنا ماء الصنبور حصل له ايه ده قال ده معنى ان ماء الصنبور انتقل من الأمع إلى الكأس وده كله بيأكد لي ان انا فعلا 2% في حال وجودي في ماء صنبور بس طبعا تركيز ماء الصنبور ماء ناقل ما فيهوش ام لحفة مياه نزلت منه مستوان خفض لكن هنا المستوى ارتفع يعني تركيزه هنا كان اعلى يبقى فعلا ده هيكون عارفنا المحلول بتاع قده ماء تركيزه داخل الكأس قلنا 2% فسر التغيرات في القمع ألف الماء انتقل من الكأس إلى داخل القمع بينما فيه ثلاثة حصل العكس الماء انتقل من القمع إلى الكأس فيه سؤال جماعة اللي احنا كنا اتناقشنا فيه الحلقة السابقة اعتقد انا جبته معايا اهو انا جبته علشان احنا حصل فيه شوية لفس لفس يمكن انا عملت علامة خطأ لكن حصل لفس انتوا فهمتونيش لما شرحتوا يمكن قلتوا بسرعة تعالوا نقرأتين الشكل المقابل يمثل حركة انتقال المية بالخاصية الأسموزية ما بين اربع خلايا نباتية متجورة ايه هذه الخلايا اعلى تركيز الاملاح فيه او اعلى تركيزا للاملاح بصي كده واحد اتنين تلاتة اربعة طبعا المفروض اه واحد انتقل منها احنا مغلطناش واحد انتقل منها المية فعلا ما فيش مشاكل اكيد المية هنا او الاملاح هنا تبدأ تخف شوية بس طبعا عمري ما هوصل بمرحلة او بالخلية واحد لان الاملاح او ان المية كلها تخرج منها لان انا عارفها يفضل يحصل انتقل غيرت ما تتساوى التركيزات بس طالما ان به هي الاستقبلت اكتر خلية استقبلت يبقى اكيد دية مفروض انها اصبح التركيز بتاحها او هي الاعلى في التركيز هي اعلى في التركيز هي كانت منخفضة بس هي اعلى اعلى في التركيز دلوقتي يبقى اربع يا جماعة اعلى في التركيز لان هي الاستقبلت المية هي الاعلى في التركيز معلش جريت في الحتة الاخيرة بس كان هدف اقولك هي اربعة ممكن لكون عملت العالمة غلط بس هي اربعة الاعلى في التركيز لان هي الاستقبلت المية كده وصلت لختام معلش حسنا انا ضغط عليكم النهاردة وصلت لختام الحلقة يا رب نكون استمتعنا راجع معايا الاسئلة وحلاو ونرجحها مع بعض المرة الجاية ونستكمل رحلتنا داخل جهازك الهضمي قبضت معاك وقت ممتع يا رب نكون استفادنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته